إنها أسلحة إيرانية الصنع أرسلتها إيران ومنحتها إيران هكذا تحدثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وهي تعرض بقايا أسلحة إيرانية قالت إن طهران زودت الحيوثيين بها ومن داخل قاعدة عسكرية أمريكية عرضت المسؤولة الأمريكية ما تقول إنها أدلة حاسمة على انتهاك إيران لقرارات الأمم المتحدة منها صواريخ باليستية أطلقت في الرابع من نوفمبر الماضي على السعودية بالإضافة إلى طائرة بدون طيار وذخيرة مضادة للدبابات العرض الأمريكي لتدخلات العسكرية الإيرانية في اليمن يأتي بالتناغم مع سياسة ترامب الجديدة التي بحسب نيكي هيلي تتجه نحو نهج أكثر صرامة مع طهران سياسة لا تقتصر على المساعد دبلوماسية بل تذهب باتجاه بناء تحالف للتصدي بحق إيران وما تفعله وفق ما قالته السفيرة الأمريكية وبتقدير دبلوماسيين فإن هذا التحالف ربما يكون جادا وموحدا هذه المرة حيث رحبت السعودية والإمارات والبحرين والحكومة اليمنية بالموقف الأمريكي في الوقت الذي طالبت فيه السعودية الأمم المتحدة بفرض إجراءات فورية لمحاسبة طهران مؤكدة على ضرورة تشديد آليات التحقق والتفتيش لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية ولا تبدو إيران آبهة بتلك الاتهامات ولا بالتحالف القادم ضدها حيث اعتبرت ما تقوله واشنطن مجرد اتهامات مزيفة في الوقت الذي اعتبرت فيه تصريحات واشنطن استفزازية وغير مسؤولة كانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى تدخلات الإيرانية في تقريرها الأخير لكنها قالت إنها ما زالت تحقق في أدلة الإدانة لكن التساؤل الذي ينتظر الإجابة إلى أي مدى تبدو واشنطن جادة هذه المرة في مواجهة طهران اشتركوا في القناة